تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب وشاركنا في فيسبوك رابط ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد مباراة مش مفاجئة كتير يعني ما لش حالة نتفاجأ فريق ريال مدريد في الدوري هذا الموسم وكن دائما أكرر في كل حلقة إنه مش تمام وبعض التعليقات كانت دائما حتى المفاز ريال مدريد تتهم أو بتعتقد إنه كان الموضوع في ظلم لكن كان واضح إنه هذا الفريق فاقد منهجية لعب واضحة فطبيعي يظلو يتعثر واليوم ريال مدريد فعلا ختم ست مباريات محقق في يوم سبع نقاط في الدوري يعني مضيع 11 نقطة بست مباريات مثال واضح إنه الفريق عنده مشكلة كبيرة سقط اليوم من جديد أمام ألابس بهدفين لهدف مع إنه المباراة إجت في حالة كويسة جدا الفريق مقدم بنصف فريقه تقريبا مباراة كبيرة في السان سيرو كاسر عقدة السان سيرو في فايزة الإنتر بحسن وضعه في دور الأبطال مرجع مصيره بين أيديه يعني أنا بقدر أعرف إنه هناك دور الأبطال والدور الأوروبي يعني أمور كانت جيدة لكن الحافز المعنى والذهن اللي شفنا من الفريق الكثير بيختلف عن أجواء السوشال ميديا لجماهيره كأنهم محلتين مختلفتين في المقابل ألابس دخل معاه عشر نقاط من عشر مباريات اللي بيشوف وضعه وترتيبه بيقولك هذا مهدد الهبوط لكن كان فيه مؤشر مهم جدا هذا الفريق أول أربع مباريات بدأ بشكل سيء مع مدربو ماكيل وجاب نقطة واحدة لكن بعد ذلك بلش يتحسن وفي آخر ثلاث مباريات وجاب ثلاث تعادلات منهم اتنين مهمين واحد مع برشلونة واحد مع برنسيا وبالتنين تقدم بالنتيجة وبعرف وممكن أحضر المدريديين لما يروح يتكلموا والله إنه كان فيه ركلة جزاء لهازارد واضحة في الشوت الأول وربما ركلة أخرى لمارسيلو وهذا الكلام منطق لكن هذه الركلات لم تحتسب وهل لو احتسبت حتتغير مجرى الممبرى طبعا لأنك لما ريال مدريدي يتعادل واحد واحد غير لما تصير عليه نتيجة اتنين سفر ولما يتعادل الخصم المتقدم ويكون فريق الأضعف ويجي التعادل فيه ركلة جزاء بنعرف إنه معنويا بتكون مؤثرة طبعا بس ما منقدر نوقف ونقول التحكيم لأنه اللي شفناه ما دون ذلك أيضا هو سيء الآن التحكيم قصة أخرى ما منقدر نحلها إحنا إلا إذا فيكم حدا بعرفتي بس فإحنا ما منقدر نحلها فمنقدر نحكي بالموضوع الآخر موضوع كرة القدم وأسوأ شيء شفتم ريال مدريدي اليوم ردة الفعل بعد الهدف الأول تح ألافز نتكلم الفريق لعشرين دقيقة مش موجود يعني ولا كأنه صار شيء الفريق في أول عشرين دقيقة سدد مرة مقابل أربع تزديدات لألافز الاستحوات تقريبا كان وعد خمسين من مئة بس له مقابل تسعة وأربعين وحتى الركنيات يعني شفنا رتشاط الأول تقريبا عشرين دقيقة خمس ركنيات لألافز مقابل تنتيل لريام مدريد وضلت حالة النوم هذا الميقناطيس لريام مدريد لعندما كورتوا صد الإنفراد اللي كانت أمامه وكأنه هذا الفريق مش هاي المرة بس في كل مباراة الدورة تقريبا هذا الفريق ما بيتحفز إلى ما يخاف على الجد أنه يخسر ودائما بتحامل مع الفرق الصغيرة على أنه تنشت التعادل أو واحد سفر بالإيد ما بتشوفش ردة الفعل لما شافوا هذه الهجمة شفنا ردة فعل قبل ذلك ما شفنا فريق حتى عم بيضغط وفي ظل ردة الفعل الضعيفة في ظل العشوائية اللي حنتكلم عنها أكتر في بناء اللعب كان أيضا في إصابة هازارد اللي هي أكيد مؤثرة فصار خط هجوم ريام مدريد من لاعب بيحاول يقنع زيدان أنه يلاعبه مريانو لاعب جميع المدريدين أعتقد متفقين أنه ما رجع من الإصابة كما توقعنا عندما سجل ببالانسيا مش نفس اللاعب اللي هو أسنسيو ولاعب شاب بصغير كثير هو أرودريغو يعني تشكيلة هجوم تحكي عنها تشكيلة هجوم تلعب في ريال مدريد أكثر في كأس إسبانيا مما أنه بلعب فيها بالدوري ولازم أعيد اللي حكيته قبل فترة أني فعلا بلشت أقلق على سيطرة زيدان هو زيدان أبضل يقول لسته قلقا بس أنا قلق حقيقة أنه على سيطرته على حماس اللاعبين ودافعهم في المباريات أكثر من مباراة مع فريق أقل من ريال مدريد ريال مدريد مش هو ريال مدريد في حين لما راح لعب مع الإنتر مباراة مصرية فيها دوري أوروبي محدش حبيب يكتب بإسمه بجيله لأنا نروح للدوري الأوروبي لا أعطوا مباراة كويسة لكن لما لعب أول مباراة مع الشختار ما أعطوه شي مع دمون شلال لادباخ لما حسوا حانوا مخسرانين شفنا شدوا شوي لكن كأنه الحافز لازم يكون كثير مخيف عشان يتحركوا مش هو أن هذا الحافز موجود وهنا طبعا تحكي المدرب دائما يعني زيدان رجل أعطر يمدل كثير كمدرب وكلاعب لكن في هذه الحالة أكثر من مرة بتتكرر لا في مشكلة واضحة على نحكي التحفيز وذهنية اللاعبين في هاي المباريات خصوصا إنها بتيجي في غياب الجمهور يعني لو أجي أحكي من أول مباراة هذا الموسم من أخر مباراة الحيوية اللي شفناها بالفريق بتطلعش على بعضها 100 دقيقة هل هو الموضوع موضوع أنه في لعبين كانوا بديم يطلعوا وضلوا زي مارسلوا مودريتش فمتلا ممكن تأثيروا بكل بغرفة غير ملابس بتدريبات ملموس مع أنه مودريتش بلعب بشكل جيد هل موضوع أنه في لعبين أقل مما يلعبوا بس عم بياخدوا فرص أكثر من اللاعبين بيستهلوا يلعبوا أكثر ومنتكلم هون عن أسينسيو إسكولي مستوها ببعيد هل موضوع موضوع جيلين جوا فريق واحد جيل كتير شاب وجيل كتير كبير ففي نوع من التخابط عن زيدان ما بعرف في مشكلة واضحة في أنه هذا الفريق ينزل يلعب عشان الثلاث نقاط زي ما كان يلعب مع زيدان في الماضي وفوق هذا لازم نعترف أنه الإصابات أكيد مؤثرة والمداورة اللي بتزيد الإصابات مشاكل لأنه بالآن بطلنا نعرف فعليا ريال مدريد مين حيلعب اليوم يعني كثير بطلوا اللاعبين اللاعبوا مع بعض يعني نفس الفريق ما بيثبت من مباراة لمباراة إما الإصابة خربه أو تبديل زيداني خربه فما سرنا نشوف 11 لاعب نقول عنهم أساسين ريال مدريد اللي حيلعبوا هذه المباريات طبعا مش ممكن زيدان يعمل شي بخصوص الإصابات لكن أعتقد ما يقدر يعمل شي بتخفيف منح الفرص لكل اللاعبين خصوصا هذه الفترة ما بتكلم عن مدى طويل مدى طويل مداور ضرورية لكن في هذه الفترة لعندما الفريق يرجع يوقف على رجلين وحتى بتكون الخسارة مؤكدة فالفرصة الوحيدة اللي جات في شرط الأول مصنوعة يجت من ضغط عكسي وشفنا والكل ارتدت يعني مش هجمة جامعية واللي ضيحها أحسن اللاعب تقريبا في شرط الأول هو طولي كروس وعشان تكمل عزيدان اللي أهدى لقول الثاني الألابس أحسن حارس عنده بهذا الموسم وأحسن اللاعب عنده ثابت مستوى هذا الموسم اللي هو كورتوا فكأنه حتى الأفضل بيقولوا اليوم مش إحنا فأخلص المباراة راحت واليوم شفنا بالريال تقريبا في كل خط في لاعب أصلا الفورمة تحته هذا الموسم مشتوبة يعني مارسيلو كاسيميرو وأيضا أسينسيو ثلاث لعيب هذا الموسم بعادي كثير عن المستوى من اللي بني عرفه فالثلاثة موجودين ففي كل خط فيه مشكلة فطبيعي جدا اللي يكون كورت القدم واللي شفناه اليوم يكون مشكلة يكون لها بعضها صح ريال مدريد زي ما حكيت بعد فورست كورتوا ضغط طلع لقدام رجع على بيس حط كرة أكثر في الترث الأخير بس شو كان يصير أول شي الكرة بطيئة جدا الكرة كثير بطيئة حتى لما كانت واحد سفر كنا نقول بطيئة لما صارت نين سفر صارت بطيئة جدا مش هيك مستحيل هيك تقدر تخرخ الدفاع تحريك الكرة من الامير اليسار تقريبا شبه معدوم سرعة تراقل الكرة بطيئة جدا فكل هذا خلى ألافاس مرتاح انه بس أنا متكون وشكرا يعني كانت سهلة أمور ألافاس دفاعيا وفوق ذلك كان في عرضية أنا ما قدرتش أفهمها تروح لفاسكس يرفعها لمرسلو وأمرات ما تروح لمرسلو يرفعها لمرسلو أو العكس مارسلو يرفع لفاسكس أو كروس يرفع لفاسكس فما قدرتش أستوعب الوضع لأنه بعدها اللي مطلوب انه فاسكس هو اللي يرفع يعني كأنك ترفع رفعة عشان اللي بعده يرفع رفعة فكان كثير تعقيد في الموضوع مع أنه كان ربما فيه أسهل أنه مارسلو هو اللي يلعبها ربما كاسمير هو اللي يلعبها للعمق أفضل بدل ما هذه اللفة والدورة اللي هي تقريبا نفس النتيجة حتى بعدها كانت أسوأ أنه بيكون مدرش مرتاح أكثر يحطها في العمق بروح رفحها لمرسلو المذايج أكثر فيرفحها فتروح على الفاضي بس طبعا كل هذا الكلام أنه ريا مدريد سيئة وريا مدريد ما يكون بيوم وكان هيزم ألا بيس هذا اللي نقاش فيه بس ما بيعني أنه ألا بيس مارسلو أربعة أربعة أثنين دفاعية ممتازة كثير خطوطه ما بين الوسط والدفاع بمتقاربة ضحوا مهاجمينه جدا مدنيا بعزل خط دفاع ريا مدريد عن خط وسطه بشكل ملموس وأيضا كانوا الاثنين قلوا بالدفاع عام بين شغلهم كويس مع ماريانو ممنوع يستلم كرة مرتاح على الهوى داخل منطقة الجزاء الضغط واضح عليهم وأيضا كل ما كان يدخل الثلاث الأخير كان يعزل بشكل كبير جدا عن كروس وعن ماريانو فكانوا يطلعوا من المباراة كانوا يسمحوا أن يلعب أكثر للخلف يعني فريق عمل اللي عليه ضعيف صح بس فاس مباراة لأنه عمل اللي عليه القوي هو اللي ما عمل اللي عليه فطبيعي يخسر وما بدي يعني ننسى لأنه زيدان حاول والله نزل خمسة وطلع خمسة يعني فريق ما تحسن أكثر اللي على الجانب ربما اللعب اللي نازل احتياط دي ثبت نفسه أكثر حاول أو زي رودريجو زي حتى فنسوس كان يحاول بفوضويته بمشروفة بس لا لا الفريق كرة قدم ما في شكل اليوم ملموس يعني بطلع نعمل الفريق بأي خطة عم يلعب شو المطلوب بعد كروس لمين يلعب في نوع منهجية كرة القدم الغائبة عن هذا الفريق هذا الموسم بشكل واضح وبدون هاي المنهجية ما منقدر نتوقع تطور أداء بالنسبة يكون فيه شيء ثابت من الشكل والأسماء والأسلوب وبعدها بصير تعالج العيوب أما كل مرة شكل وأسلوب وأداء لا الموضوع عشوائي جدا موضوع ما فيش مبشر بالخير طبعا أنا غردت وقلت محاولت أنك تبين أنه موضوع طبيعي لأنه برشلونة سيئة أيضا في تحصير النقاط هذا غلاط أثلاثة كرة فازة مؤجلت وصار الفارق تسعة وما بديش أقول تاريخيا ما فيش فريق قلص أكثر من ثمان نقاط في تاريخ الدوري سبق الدوري لأنه لسه الوضع بدري بس أثلاثكم فعالية مرتاح أكثر مدرب ومسيطر لعيبتوا كلهم خبرات معظمهم لعيبتوا معظمهم معروف من الأساسي من الاحتياط وفريق دفاعه ممتاز مش عم يتلقى أهداف وفريق يعني خير نحكيه بعد ما يبعد تسع نقاط مخلص من برشنانو مخلص من بالانسيا اليوم ولو قدر يتعادل معك في الدوري حيخليك معك تسع نقاط مش بس إنه التسع نقاط المشكلة المشكلة لما الجمهور يتطلع بنهاية السنة نهاية السنة عشرين عشرين إنه أتلاتيكو متصدر بفارق تسع نقاط ولما يشوف الموسم بلش قرب يخلص بلش تطلع الضغوط سلبي تحت الإعلام بلش تطلع الأخبار والإشاعات وفلان زعلان وفلان حكي مع فلان وهنا بتنتقل المشاكل فإنت مسألة إنك ترتاح مع أتلاتيكو اللي بعد عنك وله لأنه أتلاتيكو عارفين إنه مش لأنه أتلاتيكو ممكن يجيب الدوري طبعا بس هذا مش صح لأنه ممكن تتقلب مشاكل عندك في النها دي بتبطل تحلها أبدا يعني محاولة مقارنة الوضع كأنه الدوري بين فريقين مش منطقية لأنه برشنانو مش بيخير برشنانو عندهش رئيس ما عندهش رئيس وكابتنو بدي يطلع ما بصير تقارن الموضوع بس برشنانو لأنه في أندي أخرى في إسبانيا وإنت مش بس مقياسك برشنانو لأنه في مقياس آخر مهم أوروبا اللي شايفين فيها بعض الفرق بخير تماما نوصل هنا لحلقة سيلفي مدريد كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري جدا تتابعوني على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة